شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ثقافة التعايش في الإطار الإيماني ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول ضرورة التعايش الفصل الثاني لوازم التعايش ولكن قبل أن ندخل في الموضوع نقدم مقدمة وهذه المقدمة في أن هناك مفهوما يبدو لدى الكثيرين أنه يقع على طرف النقيض من مفهوم التعايش وهذا المفهوم هو مفهوم التعدد والتعددية نحن نعتقد أو نتصور أن التعدد سنة إلهية من سنن الله في الحياة ويمليها اختلاف الأفكار واختلاف الرؤى واختلاف التوجهات ربما يكون أخوان في بيت واحد ولكن المنظومة الفكرية لأحدهما تختلف عن المنظومة الفكرية للآخر ربما يكون هنالك التوأمان لهما أب واحد وأم واحدة وتكون في ظروف متشابهة ولكنهما يختلفان في نمط التفكير ويختلفان في المواقف التي يتخذانها في الحياة اختلاف الأفكار واختلاف الرؤى واختلاف التوجهات هذه حقيقة قائمة وهذه الحقيقة القائمة تفرض التعدد في واقع الحياة هل هناك مانع أن يكون في بلد عدة حسينيات لا مانع من ذلك هل هناك مانع أن تكون هناك عدة هيئات الهيئة الواحدة تتحول إلى هيئتين والهيئتان تتحولان إلى أربع البعض يرهبهم ذلك أنا لا أرى مانعا في ذلك لا مانع من أن تتعدد الهيئات والمساجد والحسينيات بل بل لا مانع أيضاً أن تتعدد المرجعيات أكو مانع من تعدد مراجع التقليد لا الرواية الرواية الشريفة ما حددت شخصاً معيناً وإنما حددت عنواناً عاماً هذا العنوان العام يمكن أن ينطبق على مصاديق متعددة في عرض واحد لا مانع وأما من كان من الفقهاء كلمة من من الفاظ العموم ويمكن أن تنطبق على أكثر من فرد واحد في وقت واحد هل الأعلمية بناء على اشتراطها تشكل عقبه في هذا الطريق الجواب كلا الأعلمية لا تشكل عقبه ولا تشكل مانعاً أولاً نفرض وجود عدة فقهاء متكافئين من الناحية العلمية في درجة واحدة هذا من الناحية الثبوتية أمر ممكن بعض المكلفين يختارون هذا المقلد وبعضهم يختارون ذاك المكلف في هذه الحالة مخير ثانياً نفرض تبعظ الأعلمية بتبعظ الأبواب أحد الفقيهين أعلم في أبواب العبادات والفقيه الثاني أعلم في أبواب المعاملات أنت تقلد هذا في باب العبادات وتقلد ذاك في باب المعاملات فتعددت المرجعية ثالثاً نفرض أننا علمنا بالأعلمية المطلقة في جميع الأبواب فلان هو الأعلم في جميع الأبواب هل هذا يعين تقليده كلا بعض المحققين يعتقدون أنه مع عدم العلم بالاختلاف فيما بين الفاضل والمفضول فيما هو محل ابتلائكم يعني هناك باب مو محل ابتلائكم وفرضوا أبواب العتق مثلاً أو أبواب التجارة إذا ما كان محل ابتلائكم فيما هو محل ابتلائكم أبتلائكم لم لم تعلموا بالاختلاف فيما بين الأعلم وغير الأعلم في هذه الحالة تتمكن أن تقلد غير الأعلم إذا إذا ما عدكم علم بالاختلاف لا على نحو العلم التفصيلي ولا على النحو الإجمالي ففي هذه الحالة أيضاً تعددت المرجعيات أنت تقلد غير الأعلم مع وجود الأعلم قطعاً لماذا؟ لأنك لا تعلم بالاختلاف في الفتاوى فيما بين هذا وذاك فيما هو محل ابتلائك عملاً لا مانع منك رابعاً فرضنا وجود الأعلم المطلق وفرضنا العلم بالاختلاف ولكن التشخيصات تختلف صاحب الجواهر هو الأعلم أو الشيخ الأنصاري هو الأعلم أيهما التشخيصات تختلف في ذلك بعض يعتقدون أن الشيخ الأنصاري ربما يعتقدون هو الأعلم وبعض يعتقدون بأن صاحب الجواهر أو ربما يعتقدون بأنه هو الأعلم وربما يظهر مما نقل عن السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه كان يعتقد أن صاحب الجواهر هو الأعلم فحتى في قضية المرجعية المرجعية تقبل التعدد بأن يكون هناك مراجع في عرض واحد التعدد أمر واقعي قائم في الحياة لا يمكن إلغاؤه التعدد التعدد أمر قائم في الحياة لا يمكن إلغاؤه أنه واحد يفكر أنه يمكنه أحيانا الآن ربما لا تكون بيدنا القوة ولا تكون بيدنا القدرة في يوم الأيام القدرة جاءت بيدكم واحد يفكر أنه يمكنه إلغاء الآخر لا يمكن إلغاء الآخر أمر غير ممكن من الناحية العملية وآمر غير محبذ من الناحية الواقعي فرضنا أنه أمكنكم إلغاء الآخر هذا ليس محبذ لأنه مع التعدد يمكننا أن نحتوي الرؤى المختلفة هناك خطيبان في بلد جماعة يذهبون إلى منبر هذا الخطيب وجماعة يذهبون إلى منبر الخطيب الآخر هذا التعدد في صالح المجتمع أما إذا فرضنا هناك الجهة واحدة الذين لا تتتابق منظومتهم الفكرية مع تلك الجهة إلى أين يذهبون لا توجد هناك الجهة يمكن أن تحتوي أو تستوعب هم ولعله من هنا نجد أن القرآن الكريم أقر التعدد في واقع الحياة القرآن الكريم يقول في سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا شعوب فلتكن هناك شعوب ماكو مانع القرآن لا يدعو إلى تذويب الشعوب في شعب واحد فلتكن هناك شعوب ماكو مانع القرآن لا يدعو إلى تذويب القبائل في قبيلة واحد فلتكن هناك قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة المنورة كان هناك واقع قائم المدينة كان يحكمها تياران تيار المهاجرين وتيار الأنصار القرآن الكريم أقر هذا الواقع لاحظوا الآيات الله تعالى يقول لَقَدْ لَقَدْ أَمْرٌ أَمْرٌ غير مُمْكِن إِلْغَوْ الْآخَرُ وَثَانِيًا أَمْرٌ غير مُحَبَّذُ بعد هذه المقدمة ننتقل إلى موضوع البحث في ظل في ظل التعددية في ظل اختلاف الجماعات والهياءات والعلماء والوكلاء كواقع قائم كيف يجب أن تكون العلاقة مع الآخر العلاقة نلخصها في كلمات ثلاث الكلمة الأولى التعايش الكلمة الثانية التعارف الكلمة الثالثة التعاون التعايش أولا التعايش في مقابل التناحر وأن كل واحد يحاول الغاء الآخر القضاء على الآخر التعارف في مقابل التناكر التعاون في مقابل التهاجر التناحر والتناكر والتناك في قبالها التعايش والتعارف والتعاون هذه الحالة ينبغي أن تكون حاكمة في إطار في إطار الدائرة الإيمانية نحن كلامنا في إطار هذه الدائرة لماذا لماذا أنتوا بعد فترة أصبحتم وكلاء في منطقة كل طالب علم في المستقبل يمكن أن يكون قائدا في موقعه أنتوا مو الوكيل الوحيد في تلك المنطقة هناك وكلاء آخر ما هي العلاقة التي تحكمكم مع الآخرين لماذا يجب أن تحكم علاقة التعايش والتعارف والتعاون هناك ضرورات ولكن أشيره باختصار إلى ضرورة واحدة تفرض هذه الحالة وهذه الضرورة إحنا المتدينين لا نواجه أفراد أفلان واحد منحرف في المدينة هذا فرد لا نواجه أحزاب الحزب البعثي الحزب الشيوعي الحزب القومي وإنما نواجه تيارات عالمية ضخمة هذا مو فرد أمامكم أنتو لا تقفون أمام فرد وإنما تقفون أمام تيار عالمي هذا الفرد مسنود يعني شنو مسنود أنا أجيب لكم مثال مسنود يعني شنو هذا الشرطي اللي يقف على التقاطع إذا تلاحظوا وحده هذا ما إلي قيمة لا يملك قدرة أربع نفرات يمكن يأخذوا ويحطموا ولكن هذا الشرطي مسنود من قبل الدولة الدولة بكل قواها وكل إمكاناتها وراء هذا الشرطي فهذا الشرطي لا يمثل شخصيته الحقيقية فقط هذا الشرطي يمثل شخصية حقوقية بشخصية الدولة التي تقف خلفها هذا معنى مسنود الحزب الشيوعي اللي جاء في العراق قبل أربعين عام مثلا هذا ما كان مجموعة من الشباب في قبال المتديني مجموعة من الشباب الطائش في قبال الجبهة المتدينة مو أفرات هؤلاء مدعومين بقوة أو بقوة عالمية عظمى وراء هؤلاء الشباب ولذلك مر على العراق وقت كثير من المتدينين يأسوا يأسا كاملا العراق انتهى العتبات راحة الدين راح حتى الذين كان لهم أمل كانوا يعملون من باب الوظيفة مو من باب النتيجة ما كان عدوما هؤلاء ما كانوا أفراد هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون في كربلا والنجف الكاظمية وينتهكون حرمة المقدسات الدينية هؤلاء ما كانوا أفراد تيار عالمي الرجل واحد يتمكن يقف أمام هذا التيار العالمي البهلوي الأول في إيران كان فردا ما كان فردا قوة عالمية عظمى يعني تيار عالمي دا يسند هذا ولذلك نقل لي بعض الشيبة الشيوخ أنه مرت فترة على إيران المتدينين المتدينين يأس من الحال انتهى كل شيء بعد لا حجاب أكو التبرج الإجباري لا عمام كانت أكو إلا عمائم معدودة مجالس قوة قوة مقابلها قوة تيار عالمي هو هذا التيار العالمي يأتي إلى إيران عشرات السنوات يمنع الحجاب تمنع العمام تمنع المجالس الحسيني هو هذا التيار العالمي يأتي إلى العراق وأكثر من ثلاثين عام في العراق البعثيين ما كانوا ثمانمية واحد يقولون ثمانمية واحد كانوا تيار يدعمهم ويقتلون المؤمنين ويسجنونهم ويحطمون الحوزات العلمية هذا الخطر خطر قائم ذاك التيار العالمي يغير أشكاله يغير ألوانه ولكن واقعه هو هو الواقع ما تغير في يوم من الأيام يأتي بشكل البعثيين في يوم ثاني يأتي بشكل آخر أفراد كل في فلك في المطول أكو في بحث ما لا يستحيل بالإنعكاس يمثل بهذه الآية كل في فلك كل في فلك كل واحد يخلق لنفسه فلكا معينا ويمشي في ذلك الفلك وله وله منظومة فكرية معينة وله قناعات معينة وله أفكار معينة وله مناهج معينة وما عليها بالآخر إطلاقا لا تعايشا محاولة إنهاء الآخر تصفية لا تقولون هذا شغل الآخرين إحنا في يوم من الأيام إذا القدرة تيجي بيدنا الظلايات مضامير الرجال تتبين الحقائق إلغاء الآخر لا تعايش ولا تعارف الآخر كيف يفكر قضية التعارف قضية مهمة جدا يقولون العداوات صور ذهنية غالبا أنتو تقعدون في غرفتكم وتفكرون وتخلقون من الطرف الآخر المؤمن كلامنا في الدائرة الإيمانية كلامنا في الإطار الإيماني تخلقون منه هيولة أما عندما تجون تقعدون ويا شوفوا لا هذه الصورة اللي خلقتموها في ذهنكم ما تنطبق على هذا الواقع الخارج تعايش ماكو تعارف ماكو تعاون ماكو كل واحد يبدأ من حيث بدأ الآخرون إذا الحضارة الفعلية كانت تبدأ من حيث بدأ الآخرون إحنا الآن كنا نعيش في العصور المظلمة الحضارة الحديثة مبنية على التراكم كل واحد بدأ من حيث انتهى الآخرون مو من حيث بدأ الآخرون أما إحنا كثير مننا المتدينين نفكر أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون كل واحد يجي ويبني بناء ثم بعد ذلك بموته ينهار ذلك البناء وينتهي كل شيء الثاني يجي أيضا يبناء بناء جديد هذا يمكن أعنف حرب حقيقة هذه القضايا قضايا مؤسفة أعنف حرب جرت في لبنان هذه الحرب اللبنانية تعلمون أعنف حرب أي حرب كانت الحرب المسيحية المسيحي المسيحيين في لبنان قاتل بعضهم البعض قتال في منتهى الوحشية حتى أحد الإخوة قال أنا شفت قال شفت مسيحي صرع مسيحيا على الأرض بعديا بسكين أو بخنجر أو ما أشبه ذلك وذاك حي أخرج عينه من مكانها هش كالله مع ذلك اتفق المسيحيون ضد الشيعة الشيعة هم الأكثرية في لبنان كان المفروض أن يكونوا في الرتبة الأولى وهذا ثابت ولكن مع كل ذلك اتحدوا لضرب الشيعة الآن الشيعة في لبنان من الناحية القانونية في الدرجة الثالث الوالد رحمه الله عندما كان في الكويت في قضية الهلال كان مقيت عندما يأتي شاهد الهلال حتى هذه القضية كان يقول له اذهب واشهد عند الآخرين بعدين كان يتصل بالآخر ثبت عندكم الهلال أو ما ثبت السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه كان مقيد بذلك كان يحاول أن يجمع آراء العلماء في قضية في قضية الهلال يعني لا نتصور أن هذه القضايا قضايا نظرية بكرة أنتو تكونون وكلاء في منطقة وقضية الهلال يرجع فيها إليكم كيف تتعاملون مع الآخرين تعايش تعارف تعاوم هذا باختصار الفصل الأول الفصل الثاني إذا أردنا أن حالة التعايش تحكم هذا الشيء يحتاج إلى لوازم نذكر بعض هذه اللوازم الشيء الأول التخلي عن الأنانية الإبتعاد عن محورية الذات هناك بعض الأفراد ذاتهم هي المحور هناك مثال يقول إن ملكين لا يمكن أن يعيش في بلد كبير لأن هذا الملك يقول أنا وذاك الملك يقول أنا أنا مع أنا ما يمكن يعيش ولكن رجلان زاهدان يعيشان على سجادة واحد لأن هذا ما يقول أنا وذاك ما يقول أنا هذان تسعهما سجادة واحدة والملكان لا يسعهما إقليم كامل بلد كامل قارة كامل واحد كل لا يفكر بحساب الربح والخسار الشخصية أنا ماذا ربعت وأنا ماذا خسرت أكو هناك قضية مفصلة لا أذكرها النتاجرا مجملها النتاجر إيراني إجي إلى كربلا وكان مقلد للسيد أبو الحسن الإصفهاني السيد أبو الحسن كان جاي إلى كربلا إجي شاف واحد داي صلي في الحضرة فظنه هو ودفع إلى مية وعشرين ألف تومان في ذاك الوقت اللي كان رقم ضخم تقريبا بكرة إجي شاف واحد ثاني فشك وتبين أن هذا الثاني هو سيد أبو الحسن الإصفهاني والأول هو الحاج آغا حسين القم رحمة الله عليه فأجي إلى السيد أو الحسن تحيّر لأنه دفع الحقوق إلى غير مرجع تقليد فقال له قل كم دفعت حتى أكتب قال لم أدفع لك قال أنا من اللحظة الأولى أفتهمت ولكن ما الفارق هو وكيل الإمام الحج صلوات الله عليه وأنا وكيل الإمام الحج عجل الله تعالى فرج شنو الفرق أن يذهب إلى هذا الوكيل أو إلى ذلك الوكيل المقوّم الأول نبذ الأنانية المقوّم الثاني في هذا المجال هو الحلول الوسطى هناك آية ورواية الآية الكريمة تقول الصلح خير نحن لدينا قانون الحق والباطل وعدنا قانون حاكم على قانون الحق والباطل وهو قانون الصلح هذا فوق الحق والباطل طبعا مو مرادنا الحق العام النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث المروي عنه الصلح سيد الأحكام سيد يعني شنو يعني حاكم على جميع الأحكام الأولية أكو هنالك رجل وامرأة بينهم خلاف جاءوا عندكم وإنتو تعلمون أن الحق مع المرأة مثلا هل تحكمون بمر الحق لا الدين يشوق كم ويشوق هم أنه سوى صلح طالب ومطلوب أكو خلاف بينهم قبل قانون الحق والباطل طبعا هذا الحق والباطل الشخصي للديني سووا مصالحة فيما بينكم مهما كان يكون أكثر أقال مساوي مو قانون قانون الصلح وقانون الحلول الوسطى أما أنه واحد يفكر ياخذ حق كاملا يعني ما يظن أنه حقه من هنا تبدأ المشاحنات النقطة الأولى في هذا المجال نبذ الأنانية النقطة الثانية الصلح والحلول الوسطى النقطة الثالثة في هذا المجال أفراد في المجتمع يجب أن تكون لهم حالة الأبوة الأب في البيت إذا شاف أولاده اختلفوا ما هو موقف الأب موقف الأب أن يكون أبا إذا أكو أفراد في المجتمع لهم حالة الأبوة هؤلاء يحاولون أن يحلوا هذه المشاكل النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة الروابط فيما بين القوى الاجتماعية وهذه الروابط لها أسر مهم جدا أختم حديثي بهذا الشاهد التاريخي أنقله بالمضمون التقريبي الحجاج جاء إلى العراق مع مجموعة قليلة كوالي من قبل الخليفة الأموي إجا صعد فوق المنبر وقرأ خطبة حاد هدد أهل الكوفر هدد أهل العراق كان هناك ثلاثة من شيوخ العشائر القبائل ما عجبهم هذا الأسلوب وهذا المنهج قعدوا فيما بينهم اتفقوا على إخراج الحجاج كل واحد منهم أفرضوا عنده عشرة آلاف مسلح الحجاج جاي أفرضوا ويه عشرين واحد داهموا بيت الإمارة وطلعوا الحجاج الحجاج مشاف أنه ما إلى قدر على المقاومة طلع متوجها إلى الشام إلى الخليفة الأموي وصلوا إلى قرية في أطراف الكوفة أرادوا أن يستريحوا هناك هذا اللي كان مع الحجاج قال له أيها الأمير مو صحيح أن ترجع إلى الشام أولا الخليفة الأموي يقول أنت كيف لم تستطع أن تدير هذا البلد وثانيا لعل الأوضاع تتبدأ انتظر هنا الحجاج شاف كلام معقول وبقي في تلك القرية هؤلاء الشيوخ الثلاثة أخذوا يديرون أمور الكوفة كان هناك شيخ رابع في الكوفة يجي إلى هؤلاء الشيوخ الثلاثة وقال لهم أنا أيضا لي رأي أشركوني معكم قالوا أنت من أنت مو في درجتنا وطردوح وأهانوح كل واحد يفكر أن فلان مو في رتبتي مو في مقامي هذا امتأثر جدا وراح فكر ماذا يعمل راح إلى الحجاج قال له أنا وكل عشيرتي تحت إمرتك إذا تحب تهاجم الكوفة أنا معك الحجاج مشاف خوشي هجم على الكوفة وأخذ الكوفة وأول عمل صنعه أنه أخذ أولئك الشيوخ السلاثة وقتله هذا كان بداية تسلط الحجاج على الكوفة وعلى العراق وفي بالي أن حكم إمتد إلى خراسان كل هاي المنطقة كانت تحت نفوذ الحجاج عشرين عام ودمر ودمر البلاد ودمر العباد شوفوا سفينة البحار للمحدث القمي رحمة الله عليه في سجن الحجاج كان يطعم السجناء الخبز مع الرمات حجاج حتى لا يلتذون بالخبز السجن اللي كان عنده ما كان له سقف هؤلاء السجناء في الحر كانوا يذوقون الحر وفي البرد كانوا يذوقون المحدث القمي رحمة الله عليه كاتب إذا واحد كان يبقى في سجن الحجاج أيام كان يصبح كأنه زنجي من الزنوج لون كان يضغير حتى أن أم جاءت لزيارة ولدها فجاءها زنجي قالت لأنت منه قالت قال أنا ابنك فأنكرته وعندما عرفته شهقت شهقة ومات عشرين عام عندما مات الحجاج كاتبين كان في سجنه خمسين ألف رجل وثلاثين ألف امرأ بوضع فجيع مكتوب في سفينة البحار الراجع هذه كانت البداية عدم التعايش هؤلاء الثلاثة ما تمكنوا أن يتعايشوا مع الرابع إحنا في الواقع قطرات هذه القطرات لا يمكن أن تعمل شيئا يعني شيء يقال له شيء حتى من الناحية الفقهية في كتب الفقه القطرة تنفعل والكر لا ينفعل ما الفرق بين هذه القطرة وتلك القطرة هذه القطرة غير مسنودة وتلك القطرة مسنودة إحنا إذا نبقى في هذه الحالة في حالة القطرات في حالة الذرات في حالة كل في فلاك في حالة أن كل واحد منطقه الواقعي أن يقول ما أظهره فرعون فرعون كان يظهر وكان يقول أنا ربكم الأعلى إحنا كل واحد مننا يفكر أنا الأعلى والأفضل والأفهم والأعلى والآخرون لا يفهمون ولا يعلمون هذا المنطق بالنتيجة يجرنا إلى أن أمثال الحجاج يتسلطون على بلادنا فرعون وعندما يتسلطون على بلادنا يهدمون الديننا ودنيانا واحد لا يفكر أنه الدين فقط في خطار الدنيا أيضا في خطار في حديث شريف على ما في بالي حتى يقوم الباكيان باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا سابقا لعله قلنا الفشل كما يقوله بعض العلماء يعني الوهن الباطني احنا عدنا قوة باطنية بالخلافة والنزاع في داخل الدائرة الإيمانية المعنويات تهبط بعد واحد ما عنده روح العمل والإقدام ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعْتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْرِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كلَّ جِهَاتِ فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات نَيْرًا 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 نَيْرًا